السلام عليكم أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنحضروا كريمة زبدة سويسرية نحضرها بالمرنغ سويسري تتجيزوين بزاف تزينو بها الكابكيك والكيك ديالكم ومختلف طرطات المضاق ديالها تيجيزوين ما تيقهمش بحال الكريمة ديال الزبدة اللي تنصيبو بالزبدة والسكر الساقيل هذي غير بديل كريمة الزبدة بين قوسين هذي الكريمة هذي تنحضروها بواحد الكيفية لتجيز شدة في تزين ولو تقدموها ساعات طوال على المائدة ديالكم تنتمنى تشاهدوا الفيديو للآخر لأنه تيبغي شوي ديال تدقيق وشوفوا جميع النصائح والتفاصيل ديال هذي الوصفة وما تنسونيش من لايكات ديالكم وتشجيعاتكم الراقية شكرا لكم ونخليكم على بركة الله مع طريقة والمقادر غدينحتاجون ربعات ديال الأبيض البيض من الأفضل يكون البيض كبير اختاروه باش يعطينا واحد الكيمية ديال الأبيض البيض تكون بزيانة 130 جرام ديال السكر ساندة أو السكر حبيبات عندي 230 جرام ديال الزبدة أنا استعملت هذي النوع هذا تيصدق معي في هذي الكريمة لمهم أي زبدة لكن تكون طرية أي حيوانية وتكون 82% من الدهون اللي فيها ممكن نخلطها بواحد جمعا بحالة بريري أو فاميليا المهم زبدة ديال العلبة ماشي المارغارين ديال التورا غدي نحتاج لواحد تغمومتر إلا ما تواجدش غدي تشوفوا معي كيفاش غدي نعرفوا درجات الحرارة اللي غدي نوصل لها أبيض البيض أول حاجة غدي نقطع زبدة المربعة صغر اللي غايتكون نخرجها 24 ساعة من الدهون من الدهون خاصة تكون ليا دا بالحال باردي لك الجو سخون ماشي مشكل دغي غدي تطلق إلا خرجناها من الدهون ضروري تكون ليا غدي ناخد كسر وغدي نحطها فوق النار بشرط ما غديش يوصل لي الماء للبول نهائيا يكون الماء قليل والبول ما يتلامش معا نهائيا غدي نفصل لبيض على السفر وغدي نستعمل هذي السفر مطابق لحال ما غديش يضيع غدي نستعمله كريم باتيسير او اي حاجة نحضرها بها غدي بقى 48 ساعة في تلاجة ماشي مشكل غدي ناخد ابيض البيض غدي نخلطه مع 130 جرام ديا السكر حبيبات او اي ساندة غدي نرجعه فوق النار اي الماسخ المنقبل او من اللي خلطت هذي الخاليط دابكين في نار متوسطة غدي نبدا نترب ترى بياداوي وغدي نحط غمومات خل موهم خاصة يوصل من 50 حتى 60 درجة 52 و 53 ماشي مشكلة اي هاد درجة اللي بغينا الى ما عندنشتغ مومات غدي نحط الاصبوع ذيالنا في هاد الخاليط ابيض البيض وغدي نمسوه او اللي مسوه غدي نحسوه بالحبيبات كارداب تماما والخاليط ما غديش يحرقنا غدي يكون سخول لكن ما تيحرقش هاده هي الحرارة اللي بغينا مباشرة غدي ناخده اضطره بالكهرباء غدي نبدأ نطربه في هاد الخاليط مدة ديال عشرة دقيق حتى ال 15 دقيقة حتى يكون عندنا بحال هاد الشكل هادا عاقد مزيان وهاد الشكل ديال لوبيك او منقار العصفور تكون عندنا في هاد ابيض البيض غدي نبدأ نضيف الزبدة الليينة اللي ضروري تكون الليينة تنأكد عليها ما تكونش نهائيا قاسحة غدي تحببنا في الخاليط اللي كانت قاسحة وهاد ابيض البيض نطربوه حتى نحسو بهاد الزاجة او الاناء فاشتربناه بردد تماما باش ما تدوبش ناس زبدة فيه هادو هما الشوروط ديال النجاح ديال هاد الكريمة تزوبدة سويسرية غدي نبدأ نحط نحيد الجواني بالسباتيل ونطرب غدي يبنى الخاليط بحالة بدتي ينزل شوية ما تخافوش كملو تطرب وضيفو زبدة ديالكم طريف طريف بطريف حتى تحصلو على كريمة من بعد ما كملت الزبدة غادي نبدأ نطرب كذلك خمسة ديال دقيق او اكتر حتى نحصل على هاد الشكل هادا اللي هي كريمة رطبة وكيف سبق ذكرت ممكن تخلطو هاد ربعة ديال ميتون تلاتين جرام ديال الزبدة اللي شفتو معيلون بالاس ديالها او اي زبدة طريحة يوانية المهم ما تكونش فيها نسبة الماء بزر تكون فيها 82% من نسبة الدهون ممكن تخلطوها بجوج معالق كبار ديال الزبدة ديال العلبة لابريري او اي نوع اخر المهم ما تكونش ديال الطرق المهم المجموع ديالها يكون ميتون وثلاثين جرام غادي ناخدوا منسيمات اللي عندكم ممكن تستعملوا منسيم بودرة او منسيم اللي تيكون على شكل سائل فيه نكهة وفيه لون في نفس الوقت غادي نقسم هاد الخالط لتا ديال اقسام اختارت نسم القسم الاول بنكهة ديال فخونبواز وفي نفس الوقت تيلون وتينكه غادي نمسح هاد اليد ديال الباتور وغادي نطرب القسم التاني غادي نستعمل فيه بنكهة ديال المونج وشكل الثالث او القسم الثالث غادي ننكهو بنكهة ديال بيستاش باش نحصل على شكل ورقات ديال الورود او ورقات ديال الشجر طريقة ديال النسالات حصلنا على كريمة رائعة بمقادير جدا مضبوطة غير احترموا النصائح اللي ذكرت لكم في الفيديو الزبدة تكون لينة بدرجة حرارة المطبخ فصل الصيف او مليت يكون سخول الحال ماشي مشكل ضغياتها تكون لينة في هاد البرد جبدوها ب 12 ساعة حتى 24 ساعة باش تكون واجدة ابيض البيض جبدوها ب 48 ساعة متلاجة او اكتر باش تحصلوا على كريمة اللي تكون ناجحة ان شاء الله ملاحظة اخرى إذا كنتم تطربوا تضيفوا الزبدة غاتشوفها بحال بدا تتحبب عادي كملوا تتربح حتى تحصلوا على كريمة اللي تكون لينة ماشي مشكل دوك الحبيبات اللي غاديبانوا لكم تكونوا تشطفوا الزبدة كيف شفتوا معايا حصلت على ثلاثة ديال انواع ديال الكريمة من كريمة واحدة اللي انسنتوا بمختلف النكهات وزينوا بهم حسب الرغبة ديالكم ممكن تنسموها غير بالفانيلا على شكل بودرة اللي هتكون في الصاشي اللي تنعملو دائما او على شكل سائل او ممكن ما تنسموهاش تتكون ديدة بدون منكهات تنتمنى الطريقة تكون واضحة وتستعملوها كذلك في الحشو ديال التورتات تدروها كحشو في الواسط وتزينوا بها بالنسبة المدة اللي غا تبقى معاكم غا تتبقى يومين في تلاجة بدون مجمد مغطية بلاسيك غدائي جيدا او فعل بمحكمة الاغلاق تجبدوها تاخد حرارة عادية ديال المطبخ وتعاودوا تطربوها بالطراب الكهربائي ترجع كيف الاول ممكن تحتفظوها في المجمد كذلك مدات تتوصل حتى الى 20 يوم وتجبدوها من طبيعة الحال غا تكون فعل بمحكمة الاغلاق تجبدوها تاخد كذلك درجة حرارة عادية ديال المطبخ وتعاودوا تطلعوها وتستعملوها تنتمنى ما تبخلوش علي باللايكات ديالكم لتتشجعني على الاستمرار وشاركوا هذه الوصفة وجميع الوصفات اللي تنحضر لكم في القناة مع عائلتكم واحبابكم باش تتعم الفائدة وباش تدعموني اكتر شكرا لكم وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة